السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمروا إياكم بشرحنا لسلسلة الراوترات واجهزة البث لشبكات الانترنت اليوم رح يكون شرحنا عن راوتر نوع تيبلينك ديكو AC 1200 موديل E4 ورح يكون الشرح بشكل تفصيلي من حيث جودة الجهاز وتفاصيله وطريقة البرمجة لكل القطع خطوة بخطوة إن شاء الله بالبداية يعتبر هذا النوع من الراوترات راوتر ذو سعر غالي نوعا ما نسبة إلى باقي الأنواع من موديلات تيبلينك يمتاز هذا النوع بامتلاكه لعدة خواص ما يمتلكها راوتر ثاني تقريبا أول هذه الخواص تصميم الجهاز وامتلاكه شكل أنيق بتصميم جذاب وهالشي يخليه محل أنظار اللي يحبون امتلاك قطع مختلفة ومتميزة الشي الثاني قوة المعالجة وقدرت الفأقة على البث لنطاق أكبر نوعا ما قد تصل إلى 4000 قدم مكعب في حال استخدمت ثلاث قطع من أجهزة الديكو وطبعا تقدر تضيف قطع إضافية حسب الحاجة وبكل سهولة ومثل ما راح نراويكم الطريقة وقدرت على تحمل سرعة اتصال تصل إلى 1167 ميجابيت بالثانية الواحدة وكذلك يتحمل عدد كبير من المتصلين واللي قد يصل إلى 100 مستخدم وهالشي ينفع أهل المقاهي والشركات والدوائر والعوائل الكبيرة الشي الثالث امتلاك خاصية التحكم ومراقبة اتصال الأطفال ويعطاء وقت مخصص لهم للدخول والاتصال بالإنترنت وحجب المواقع اللي ما تفضل لأطفالك الدخول إلهم رابعا والنقطة الأهم لهذا الجهاز امتلاك الخاصية الميش وتتلخص هاي الخاصية أنه كل قطعة من قطع الجهاز راح تمتلك نفس الاسم وراح تتنقل بالاتصال بين القطع بدون انقطاع الانترنت والراوتر راح يختار لك الشبكة الأقرب إلك ويحولك عليها وطبعا كل ما زادت عدد القطع مال تلديكو اللي راح تستفاد من اتصالها وتغطيتها بشكل أكبر بالضبط مثل الاتصال اللي يكون بواسطة شريحة السيم كارد واتصالك المستمر بين أبراج الاتصال بدون ما ينقطع عندك الاتصال باختصار هذا هو نظام الميش واللي يعرفون أخواننا مهندسين الاتصالات نجي نفتح كارتون جهاز الديكو مثل ما تلاحظون احتواء الكارتون على قطعتين على شكل أسطواني وكذلك على محولات عدد اثنين لكل جهاز محولة وإذا وضحنا المحتويات بشكل أكثر وأقرب راح نشوف وجود كيابل لان وكتاب كاتالوك مع القطع المهمة الأخرى بالمناسبة تقدر تضيف قطع يو بي اس إضافية تركبها بدل المحولات تشتريها من محلات بيع أجهزة الأنترنت لكن راح تكون كلفة إضافية وراح تكون متوافقة مع جهاز الديكو وتحمل نفس الماركة المصنعة أصلا من شركة تيبي لينك بالنسبة لقطعة راوتر الديكو أكون ملاحظة مهمة وهي احتواء القطع على مدخلين أو منفذين راح يكون منفذ رقم واحد لدخول الأنترنت والمنفذ رقم اثنين هو مخرج تقدر تستخدمه إذا ردت تستخرج أنترنت من قطع الديكو بواسطة واير للان لأي غرض تحتاجه للكاميرات مثل أو للبلاي ستيشن أو للشاشة أو إلى آخره فمن خلال هذا المنفذ تقدر تسحب أنترنت عن طريق الكابل وأكو ملاحظة ثانية إنه ماكو بالقطعتين جهاز رئيسي وجهاز ثانوي أنت من خلال برمجتك تختار الأول اللي راح تسويه رئيسي بغض النظر عن القطعة وهس راح نجي البرمجة القطع قطعة قطعة لكن قبل المتابعة نرجو الاشتراك بالقناة ووضع الاعجاب على الفيديو أول خطوة بالبرمجة نقوم بتنزيل تطبيق تيبلينك ديكو هذا التطبيق مخصص بأجهزة الديكو فقط وهو شبيه ببرنامج التيثر اللي شرحنا عنه بالفيديوهات السابقة ولكن أوسع بمجال الموديل للديكو البرنامج متوفر بمتجر الجوجل وكذلك بالأبستور للآيفون بعد تحميل التطبيق نقوم بفتحه حتى نبدأ بخطوات البرمجة بالبداية يظهر أمامك حقلين الأول اختياري مو لازم توافق عليه لكن الخيار الثاني إجباري خاص بالموافقة على سياسة الاستخدام لشركة تيبلينك اختارها واضغط استمرار الاشعارات اختاريت السمح أنت كيفك اش تختار عادي هسه ظهر عندك هاي الحقلين قم بإنشاء معرف تيبلينك والثاني هل لديك حساب طبعا أنا عندي حساب سابق بشركة تيبلينك وهو نفسه اللي جاي نستخدمه ببرنامج التيثر وباقي التطبيقات تيبلينك فأنت إذا ما عندك حساب تقدر تضغط على الأول واللي هو قم بإنشاء معرف وراح يظهر لك هذا الحقل تكتب بي إيميالك الحقيقي والفعال وطبعا رح يرسلك رابط التفعيل خطوات سهلة كل شمالة داعي نخوض بيها اختصرها أنا رح أسجل بالحساب اللي عندي وأدخل مباشر هنا منظفة حساب الدخول ظهر عندي خيار تفعيل البصمة ويقصد بيها أنه ما حاجة بعد أكتب الإيميال والحساب كل مرة واللي كل إحنا ننزعج من هاي الخطوة فراح أفعل البصمة حتى التطبيق يفتح عن طريق البصمة بالمرات الجاية أنت فعلها هم أفضلك اختار تشغيل هل تريد ولديكو استخدام بصمتك؟ أضغط حسنا تم تشغيل تسجيل الدخول إلى البصمة إتمام؟ هنا كمل عندنا التشجيل وفتح البرنامج وصار كل شي تمام وظهرت مثل ما تلاحظون هاي الواجهة وهي واجهة البداية قبل ما نضغط عليها نبدأ نروح إلى القطعة الأولى اللي راح نبرمجها بالبداية نركب القطعة الأولى على الكهرباء ونشغلها بدون ما نركب كيابل اللان راح يظهر عندنا لون أصفر مستمر وهذا يعني أن القطعة جاي تبدأ بالتشغيل وتحميل الإعدادات الداخلية إلها ننتظر حتى يعمل اللون الأزرق اللون الأزرق المتقطع يعني أن الجهاز أصبح جاهز للاتصال وتكوين الإعدادات ونرجع للبرنامج مباشرة نذهب إلى قائمة البحث للشبكات وننتظر ظهور اسم البيت للشبكة اللي تحمل الاسم ديكو نضغط عليها لغرض الاتصال ننتظر لحد ما يتصل الجهاز هنا أضغط الاتصال دائما بعد ما اتصل نرجع للبرنامج نضغط هيا نبدأ بالبداية ظهرت لك هاي القائمة واللي عن طريقها تختار نوع جهاز الديكو الخاص بيك في حال أنت ما تعرف نوع القطعة اللي تمتلكها تقدر تختار أي نوع للقطع ومن تكمل راح يقل لك نوعها الصحيح أو تكمل على أي حال غالبا تكون نوع القطعة AC1200 تختارها وتكمل أو بطريقة ثانية تقدر من خلال الماسح الضوئي للباركود تفتح الكاميرا وتذهب إلى أسفل القطعة وتسوي مسح للباركود والبرنامج راح يتعرف بشكل مباشر على نوع الجهاز الطريقة الثالثة وهي الأسرع والأفضل أنك تذهب لحق للبحث اللي بالأعلى وتكتب نوع الموديل أنا جهازي موديل E4 أكتبها وأضغط عليها مباشرة وأبدأ بالخطوات بهاي الخطوة تعليمات للقطع أضغط التالي قم بإيقاف المودم القديم يقصد إذا عندك راوتر قديم مربوط بالشبكة طفي للعلم الخطوة مو مهمة يعني كلش لأن هذا الإجراء هو إجراء احترازي بهاي الخطوة لازم تركب كابل اللان بالديكو والطرف الثاني تركبه بالإنجكتر للنانو أو السويتش أو أي مصدر انترنت أنت متصل بي قد يكون كابل ضوئي أو راوتر أو بو شريحة طبق فيسات فضائي برج انترنت أنت ساحب منه كابل إلى آخرهي يعني أي مصدر للانترنت أنت تستخدمه أنا عندي هاي الكابينة لسويتش بيها انترنت ركبت الديكو عليه بشكل مباشر حتى أكمل البرمجة وحصل على الانترنت ومهم جدا 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 أنك تركب الكابل بالمنفذ رقم واحد مثل ما ذكرنا بالسابق ومثل ما تلاحظوا الضوء لونه صار أزرق متقطع يعني الراوتر جاهز للبرمجة ونرجع للبرنامج هاي المعلومة اللي ذكرتها أن الضوء لازم يكون أزرق وإذا كان أصفر معناها الديكو توا مشتغل انتظر حتى يحول أزرق أضغط التالي هسا بدأ البرنامج بالبحث عن قطعة الديكو هسا طلب تفعيل خدمة الجي بي اس للتطبيق وهاي السياسة الجديدة للاندرويد بأنه دائما يحاول يفرض على المستخدم أنه يشغل موقع الجي بي اس للتطبيقات أنت هنا مجبر أنه تفعل الجي بي اس فتضغط على تشغيل الموقع وهنا تفعل الموقع للتطبيق ترجع للبرنامج يستمر التطبيق بالبحث عن قطعة الديكو بعد ما عثر عليها ظهر عندك هاي الخيارات يقول لك بيها وين تريد تخلي القطعة الأولى اللي جاي تبرمجها حاليا على سبيل المثال أنا راح أختار المدخل هنا جاي يكتشف نوع الاتصال اللي أنت تستخدمه ظهر عندي بالحقل الأول نوع الاتصال بالأنترنت وهو بي او اي وهو الاتصال الأغلب لهاي اللحظة واللي أغلبنا يستخدمه أنا جاي أستخدم الاتصال بي او اي ولكن إذا كنت أنت تستخدم غير نوع الاتصال من الاتصال تضغط على الحقل الأول من هاي القائمة تختار نوع الاتصال اللي تستخدمه قد تكون أنت ساحب من راوتر أو من كيبل ضوئي المهم أنا أستخدم النظام البي او اي وراح أكمل عليها البرمجة فراح عملي الحقلين اسم المستخدم وكلمة المرور واللي هم معلومات الاتصال الشخصية إلك إذا كنت ساحب من برج انترنت وتقدر تطلبهم من أبو البرج إذا ما تعرفهم لأن مهمات حتى يتصل الراوتر بالأنترنت من تمليهن تضغط على التالي الآن ظهرت هاي القائمة من خلالها راح تعمل اسم للشبكة وباسورد خاص بالشبكة اللي جاي ينبرمجها حاليا على سبيل المثال راح أسمي شبكة إيليا الحقل الثاني راح أخلي باسورد خاص بالشبكة هسه جاي تكمل عندك الاعدادات للشبكة جاري تهيئتها انتظر شوي لين تكمل يعني معناها الراوتر كمل وصار يبث بالشبكة اللي صنعناها قبل شوي وصار جاهز للبث بالشبكة الجديدة اضغط التالي هنا يقلك احفظ هاي الشبكة اللي برمجتها بجهازك فتضغط على حفظ جاري الاتصال بشبكة إيليا هل تريد الاتصال بالجهاز؟ اضغط توصيل هنا يكون كملة البرمجة للقطع الاولى واصبحت جاهزة للعمل كل اللي عليك تسوي انك تروح للشبكات وتتصل على الشبكة اللي برمجتها بحال انه ما تم التوصيل تلقائيا لان مشرط ان الاتصال يتحول تلقائي بالاتصال على جهاز الراوتر الان اتصل الجهاز بشكل طبيعي ومضبوط وصار عندي نت بالنقال هنا ضوء الجهاز تحول الى اللون الابيض ومستمر بعد ما كان ازرق متقطع ومن تشوف اللون ابيض معناها جهاز متصل بالانترنت بالتطبيق الان بعد ما فتحناه من جديد ظاهرة العبارة كل شيء يبدو جيدا وظاهرة امامنا علامة الديكو واحد لان احنا برمجنا جهاز واحد فقط وظاهرة امامنا علامة الديكو واحدة بس لان احنا برمجنا جهاز واحد فقط ومكتوب عليها المدخل على عبارة احنا برمجينها بمدخل المنزل وبنفس الوقت بصف جهاز الديكو مكتوب رقم واحد وهذا يعني أن عدد الأجهزة المتصلة حالياً هو جهاز واحد واللي هو جهازي اللي أنا جاي أبرمج به حالياً وقبل لام برمج القطعة الثانية حبيت أوضح لكم بعض الإعدادات اللي تقدر تتحكم بيها من خلال التطبيق مثلاً إذا ضغطت على إعدادات الواي فاي راح يظهر لك اسم الشبكة والباسورد وتقدر تغيرهن بسرعة أو ببساطة وتحفظ الإعداد وتقدر تظهر اسم الباسورد أو الشاركة وعندك الإعداد اللي اسمه شبكة الضيف إذا ضغطت عليها راح يظهر لك حقل بي باسورد تقدمه للضيف بشكل موقت إذا ما تحب الضيف يعرف باسورد شبكتك وتمنع عنك الإحراج الفترة محددة فأنت تتحدد لباسورد موقت وتحفظه وهاي صفحة حلوة ومفيدة بنفس الوقت الراوتر الديكو ومن أسفل القائمة تقدر تختار المزيد راح يظهر لك المزيد من الإعدادات على سبيل المثال إعدادات الواي فاي واللي ذكرناها قبل قليل واتصال الأنترنت واللي من خلالها تقدر تضيف الآي بيات في حال أنك ترغب تحجز آي بيات حتى تدخل على جهاز آخر بالشبكة للبرمجة مثلا وتقدر تغير اسم المستخدم للبرودباند في حال أنك غيرت الاشتراك على بورد جديد أو غيرت مصدر اتصالك بالإنترنت وتقدر كذلك تضيف دي ان اس في حال احتاجت فلتر للمواقع مثلا أو تغير معلومات في بي ان وهل شيء راد لبرمجة ومعرفة وموضوعة طويلة شوي لكن حبينا أنه ننطيكم نبذة مختصرة عن الإعدادات قبل لا نتحول لإضافة القطع الثانية طبعا قبل لا نسوي الإضافة للقطع الثانية نروح للقطعة ونركبها على المحولة ونشغلها مثل ما تلاحظون القطعة الأولى لونها بالإضاءة أبيض والثانية أزرق متقطع ومعناها متهيئة للبرمجة القطعة الثانية نقربها من بعض بدون حواجز ونرجع للتطبيق نضغط على علامة الزائد ومنها نختار أضف وحدة ديكو مثل ما سوينا مسبقا بقائمة البحث نكتب موديل الجهاز ونختاره هالمرة ظهرت لي إضافة جديدة وهي الطابق ومن خلالها تقدر تحدد الطابق اللي راح أضيف القطع الثانية وتضغط التالي هسه ظهرت لك العبارة ضع الجهاز في مكان مفتوح مثل ما ذكرنا قبل قليل حتى لا يتأثر الجهاز بالشوشرة بوقت البرمجة بسبب الحواجز والأجهزة الكهربائية الأخرى وتضغط التالي التالي وهي طبعا تعليمات مو مهمة حاليا مرت علينا مسبقا التالي هسه جاري البحث عن جهاز ديكو ننتظر حتى يكن كوية ويسوي إعداداته بشكل تلقائي هسه تمت العملية بنجاح أين وضعت هذا الديكو أختار غرفة المعيشة مثلا أو أي خيار أنت تفضله التالي هسه بدأ يطبق الإعدادات على الراوتر انتهى لأن عندي قطع تين فقط ولو عدك بعد قطع أخرى بنفس الطريقة تقدر تكمل نفس الإعدادات وعلى نفس المنوال ومثل ما تلاحظون أنه برمجنا القطع تين بصورة كلش بسيطة وسهلة وبدون أي تعغيد وصار عندك القطع الأولى رئيسية والثانية فرعية وكل وحدة إلها عدد من المتصلين بقد عندي شغلة صغيرونة بالتطبيق وهي شلون تفعل الرقابة الأبوية وهل شي مهم عند أغلبنا من الخيار الرقابة الأبوية إنشاء ملف تعريفي اسم الملف الشخصي طبعا سعود ماكو غيره من هذا الحقل تختار الفئة العمرية وتحدد الجهاز وطبعا ما راح أسوي حفظ بس أنتو إذا كملتوها راح يظهر لكم بعد خيارات الوقت والتاريخ وإلى آخره يعني طبعا المعلومات كلش بسيطة تقدر تحدد موعد وقت لطفلك تختار يوم وتختار وقت وهس صار بإمكانك أنه تشوف الألوان للجهازين صارا ثنيناتهم باللون الأبيض ومعناها الجهازين صار بيهن أنترنت اعتذر عن اللي طالب الشرح لا تنسون الاشتراك بالقناة ولا تفوتون باقي الدروس والشروحات الأخرى اشتراكك دعم كبير أنه حتى نستمر بالتقدم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر